اشف انجلترا فيلسوفان المانيان في منتصف القرن التاسع عشر كانا يعملان لتطوير ايديولوجية ستهز العالم كله فيما بعد وقد وضحا افكارهما اول مرة في كتيب كان قد صدر قبل ذلك بمدة وجيزة اسمياه البيان الشيوعي احد هذين الفيلسوفين كارل هنري ماركس والاخر فريدريك انجليز اعتقدا بالفلسفة المادية التي لا ترى شيئا في الوجود غير المادة وفي الحقيقة لم تكن هذه الفكرة جديدة اذ ذكرها مفكر يوناني يدعى ديمقريطس ثم اخرجه بعض المفكرين الاوروبيين من مخلفات التاريخ التي عفى عليها الزمن في عهد الثورة الفرنسية اذ ارادوا ازاحة الدين والمعتقدات الدينية عن نفوس الناس لان المادية هي الفلسفة الوحيدة التي يقدرون بها على مواجهة الدين على حد زعمهم لقد دافع ماركس انجليز عن المادية ومن ناحية اخرى قرر المنهج الديالكتيكي هذا المنهج يفترض ان الصراع اساس في الطبيعة ولذلك سميت نظريتهما بالمادية الجدلية الديالكتيك تفترض ان جميع التطورات في الكون انما حصلت بسبب وجود الصراع ولهذا سعى الفيلسوفان الى تفسير تاريخ الكون كله بحسب الديالكتيكية المادية فكتب ماركس عن الاقتصاد والتاريخ البشري واما انجليز فكتب في العلم والفلسفة بما يتناسب مع هذا المذهب الاعتقادي حاول ماركس ان ينظر الى المستقبل بهذه الرؤية حيث اشار متوقعا نشوء ثورات عنيفة ودامية في الدول الاوروبية المتقدمة حين تتمرد الطبقة العمالية المستغلة على الرأس مالية المستغلة وتصبح ادارة الحكم بيدها لتقيم بعد ذلك النظام الشيوعي ولن يكون في هذا النظام اي مفهوم لدين او اسرة او خلوق لكن ماركس وانجليز واجه بعض المشاكل الاساسية وكانا يفسران كل شيء باسقاط النظرية المادية ولو كان بتحريف التاريخ والمجتمعات البشرية ولكن ما هي الطبيعة وكيف وجدت الكائنات وما تاريخها لابد من ان تعطى اجوبة مادية لهذه رجالة الحضراتك تاني اعزائي المشاهدين بعد ما شفنا مع بعض التقرير اللي اعده لنا الزميل الاستاذ عز الاطروش الحقيقة هذا التقرير اتكلم عن الثورة البلشفية في روسيا واتكلم على ان كارلو ماركس جاب من التاريخ الفكر اللي عمله الفيلسوف اليوناني وان الفيلسوف اليوناني ده كان هو المصدر اللي اتاخد منه الاطار بتاع الثورة الفرنسية طبعا التقرير ده غلط للأسف الشديد هذا التقرير قد اغفل اشياء كثيرة تعرفين ليه مين اللي عمل الثورة الفرنسية العمل الثورة الفرنسية هم بني اسرائيل علشان يطيحوا بالنظام الملكي في فرنسا ويأتم بنظام اخر علشان من خلال الاطاحة بالنظام الملكي والاتيان بنظام اخر يتخلل هذا النظام ويسيطر على الاقتصاد الفرنسي هو ده اللي حصل بالفعل الفيلسوف اليوناني ده لم تذكر ديانته ديانته يهودي تمام شوف بقى حضرتك اللفة معمولة ازاي حتى التقرير اللي معمول عليه من احد المراكز ومصروف عليه ومتقال في كلام فيه غلط عشان حضرتك تستوع بالكلام الغلط وما تبقاش فاهم الحقيقة هذا الفيلسوف اليوناني ديانته يهودية كارلو ماركس وانجلز خلوا مرجعية لهم زي ما اتفقنا وقلنا قبل التقرير ان كارلو ماركس بعد ما خلص الحدوطة بتاعته وخلاص اتعملت وكله تمام واصبحت منهج شيوعي تحول الى المسيحية وروح فاتش بقى هتلاقي ان كارلو ماركس مسيحي ده علاقة لليهود بهذا الامر شايفين الشغل واللعب الحقيقة الناس دي بتشتغل قويس قوي تشتغلوا بدقة وعندهم حاجة اسمها توارس الخطط يعني بيورسوا الخطط للاجيال كل جيل بيورس الجيل اللي بعده علشان يستكمل الخطة بتاعته احنا ما عندناش الكلام ده لان زي ما اتفقنا ان احنا اساسا ما نعرفش نسبنا يعني احنا في الاساس مش عارفين نسبنا فازاي انا ابقى مش عارف نسبي وازاي انا يبقى عندي علم ده ابسط الاشياء ان الواحد يعرف نسبه ثم بعد ذلك يقام عليه المعرفة والعلم الاكراد في العراق وفي سوريا وفي تركيا بيقولك احنا مش عرب وهم ابناء قيدر ابن سيدنا اسماعيل التركمان احد ابناء احد يعني هم ولاد واحد من ابناء سيدنا اسماعيل انتو عارفين ابناء سيدنا اسماعيل دول وصلوا الى جبال الثلج والبلقان في روسيا عدد كيبه طبع الناس بتسأل كتير ده فيه مسلمين روس والاسلام في الدول الروسية كتير والبوسنة والعرزك والشيشان ومش عارف كجم منين دول كانوا من ابناء سيدنا اسماعيل سيدنا اسماعيل عنده تمن ابناء خرجهم من مكة المكرمة في منهم اللي راح اتجاه الغرب وفي منهم اللي راح اتجاه الشرق عشان تبقوا عارفين يعني على سبيل المثال صحيح البخاري ده بيعود نسبه الى احد ابناء سيدنا اسماعيل الحقيقة يعني الجهل بيخلي الانسان يضمر وبيضمر نفسه بنفسه وهذا شايف انت بقى الجهل بيخلي الانسان يضمر نفسه بايه بنفسه وهو ده اللي بيعتمد عليه او تعتمد عليه بني اسرائيل في كل ما هو معروف باسم حروب الجيل الرابع وبكل ما هو معلوم لدى عدد كبير جدا من الناس في الامة العربية ان هم بيدرسوا الجهل يعني وصلهم الجهل الى انه اصبح علم يدرس فيتأكدهم ان اللي دارس العلم ده جاهل بنسبة 100% سمع سمع يا ابا اللي عامل نفسك فيلسوف انت وهو السادة المثقفين بتوعنا سمعين والله السادة بتوع الاحزاب اليسرية سمعين ولا من السمعين ده انا لسه جايلك وكتاب الله لهقول الحقيقة واللي عنده غير الحقيقة يشرفني لكي يناظرني على الهواء هم كلهم مع بعض وانا الوحدي في الكلام اللي انا هقوله يبقى التقرير اللي احنا شفناه اساسا واللي عملاه شركة انتاج وصرف عليه نسبت نسبت الصورة الفرنسية الى مرجعية فيلسوف يوناني وما قالتش ديانتو ايه وخلت كارلو ماركس وانجلس لهم مرجعية من الفيلسوف اليوناني وما قالوش ديانتو ايه شايفين الخطورة انا قلت لكم ان المجلس المالي العالمي الذي وضعت اولى لبناته عام الف سبعمية اربعة وسبعين بيعود نسبه الى موسى بن ميمون موسى بن ميمون دا جاي من نسل موسى السامري اللي هو ما كان لهش اب كان له امه ولكن ليس له اب النهاردة حضراتكم عشان نعرف الحقيقة راحة فين لازم ارجحها الاصلها لازم ارجع للاصل انا ما هرجع للاصل يا سيدنا مش هتعب انا بس كل الموضوع ما فيه هقرة كل الموضوع ما فيه بقى عندي ابحاث انا يا سيدي انا واعاوز بالله من كلمة انا عايزك تسمعني هديك العلم وهديك الحقيقة وهتوفر على نفسك انك تشتري كتب وهتوفر على نفسك انك تقعد تتعب نفسك وتبحث عايز تتأكد من كلامي ايه بحث فيه ما عايز تصدقه خلاص الله يصلح حالك ما انتش عايز تصدقه بحث فيه ما عرفتش تبحث فيه تابعني وانت هتلاقي كل سؤال بتسأله انا بقاجب عليه ممكن يكون ربنا اداني هذه الصروة انا ابن لاب وام فقراء فقراء لا يملكون شيئا وعندما قاموا بتسليم مراسي فورسوني القراءة الاطلاع التعلم المعرفة حتى اكون انسانا صالحا لهذا المجتمع الحمد لله ادعي ادعي ان انا صالح لهذا المجتمع يبقى احنا عندنا بقى عمنا كارلو ماركس عمل نظام الحياة اليساري الشيون وتعملت الثورة البلشفية في روسيا اللي هي اساسا كانت مرجعيتها الثورة الفرنسية مع تجديد الخطاب من خلال حلقة الوصل ما بين الفيلسوف اليوناني وما بين الروس من عن طريق كارلو ماركس اللي جدد هذا الامر واقيمة الاتحاد السوفيتي وانهار واقيمة في 1917 وانهار في 1919 خلص مهمته انتهت طيب انا عايز اشوف هندخل على ايه بالزبط عشان ما يبقاش فيه تسلسل غلط في القصة دي كلها تماما لما انطلقت الثورة البلشفية في روسيا سنة 1917 وعملت دولة الاتحاد السوفيتي وتحولت الى دولة اشتراكية كان ده تمهيد للحرب العالمية الثانية تخيلوا بقى لما تقام دولة بكاملها علشان تبقى تمهيد للحرب العالمية الثانية ليه لان هم عايزين الحرب العالمية الثانية دي تحقق اهداف ونتائج علشان تحقق اهداف ونتائج لازم تنتهي هذه الحرب بهزيمة الدول القديمة وانتصار وسيطرة دولتين كبار مين هم بقى الدولتين الكبار دول هما الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي خلاص طيب خليك معا برض عملوا الحرب العلامات الثانية اتعاملت من ألماني نافخوا في هتلر علشان يغزوا العالم ودايما اليهود عندهم عقيدة دينية بتقول في سبيل علو شأن بني اسرائيل لا مانع من التضحية بابناء بني اسرائيل لانهم سيدخلون الجنة في سبيل علو شأن بني اسرائيل فضحهم بمجموعة من اليهود في محارك الهوليكوست وفي الحرب اللي خدها هتلر وفي نفس الوقت كان أحد أهم مستشار هتلر والبت اللي كان بيحبها هتلر إلى آخره من المجموعة الدياءة جدا كان أساسهم جميعا من اليهود وأعلنهم ديانات أخرى على أساس أن يتسللوا ويأمن لهم هتلر فيكونوا معاه وينتهى الأمر بهزيمة ألمانيا والفريق بتاعها وتنتصر الولايات المتحدة الأمريكية والفريق بتاعها طيب الفريق بتاع الولايات المتحدة الأمريكية كان في مين كان في الاتحاد السوفيتي يعني الاتحاد السوفيتي كان هو والولايات المتحدة الأمريكية متضمنين مع بعض في الحرب العلامات التانية بعد انتهاء الحرب العلامات التانية اتعمل خلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الاتحاد السوفيتي خلاف اللي صنعوا اليهود وعملوه وهم عارفين بيعملوا حاجات دي ازاي كويس علشان علشان اللي جاي بقى بل بالعكس ده هم وصلوا إلى رئاسة الاتحاد السوفيتي رئيس لا يقرأ ولا يكتب جاهل الرئيس لا يقرأ ولا يكتب أنا ناسي اسمه فكرني باسمه عز اللي هو كان أصل عدمه له الشعر وجيه حضر السد العالي مع عبد الناصر فكرني باسمه النبي مهم وصلهم انت سماني عز 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 هاتوليوا النبي وصلهم لرئاسة الاتحاد السوفيتي واحد ما بعرفش يقرأ ويكتب أمي يا خربي ألا للدرجات دي عندهم خطط وقدرات تخطيطية بعيدة الأجل ها عنده طيب ميه ليه 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 هما بينفزهم علشان بينفزهم في وسط الحمير بينفزهم وسط الحمير من هم الحمير اللي ربنا خلقهم لهم علشان يركبوه والحمير والحمير بقى في دماء خلناه بتفهم بدأ من هنا يحدث تقسيم العالم إلى معسكر شرقي ومعسكر غربي المعسكر الغربي اسمه حلف شمال الأطلنط بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية الحلف الشرقي اسمه حلف ورسو بقيادة الاتحاد السوفيتي وتم تقسيم العالم إلى جناحين جناح الشرق بقيادة الاتحاد السوفيتي وجناح الغرب بقيادة الولايات المتحدة جناح الغرب جناح رأس مالي الاقتصاد فيه رأس مالي شمعني أقولك لأن اقتصاد الأديان اقتصادا رأس مالي الديانة اليهودية الاقتصاد بتاعها رأس مالي الديانة المسيحية الاقتصاد بتاعها رأس مالي الديانة الإسلامية الاقتصاد بتاعها رأس مالي فتخيل انت بقى لما تغير عقدتك في أحد الأفرع في الحياة اللي هو فرع الفلوس غيرت العقدة فيه وحولتها من اقتصاد رباني جيف ثلاث أديان إلى اقتصاد وضعي عمله كارلو ماركس اللي هو قديم قديم رجع للثورة الفرنسية ما احنا قلنا هم بيعملوا الخطة خمسين سنة كلام ده انا قلت في الحلقة اللي فات قل لي يا عز اسمه عايز ها جربة تشوف خرشوف ها خرشوف ها برتشوف ها خرشوف لجي مع الرئيس عبد الناصر وافتتحوا السد العالي وافتاع ومش عارف ايه دوروا على الصور بتاع الرئيس الروسي الرئيس السوفيتي اللي كان مع الرئيس عبد الناصر في السد العالي هتعرفوا ان الراجل ده ما كانش بقى رفيق رويكت امي جاهل وصل الى قيادة الاتحاد السوفيتي لان الوقت ده متحدد ومزبوط ومخطط اليه وحطوه في الوقت ده لانهم محتاجين يشتغلوه علشان يكرسهم ويأكدهم تقسيم العالم الى معسكر شرق وغرب بالغرب زي ما قلت كل الحياة القادمة من الاديان وانعكست الى سياسات ومنها الاقتصاد واحد يقول لها عمد اربا ناس ما يعرفوش ربنا لا يا حبيبي مين اللي قال لك في فرق بين الدين والعدات والتقاليد هم عندهم الععدات والتقاليد بتوحهم انهم هم بالبسوا صير ايه بيشربوا مش عارف ايه ما عندهمش اهتمام مش مرتبطين بالدين قوي ولا في امريكا ما عندهمش ارتباط ديني لكن عندهم عقيدة دينية هناك فرق بين الارتباط الديني وبين العقيدة الدينية واحد زي توفقه كاشا ما عنده ارتباط ديني مسلم صح او لا لا انا اسف عنده عقيدة واحد زي توفقه كاشا عنده عقيدة دينية وانه مسلم لكن ما عندهش ارتباط بالدين يعني ايه يعني يلاقي واحدة حلوة ياخدها وزي ما انتوا فاهمين يلاقي زازة خمرة يشرب له بقين يلاقي مش عارف اي حاجة بيعمل له ايه اه ايش فارق معاه تيجي تسأله وقول لك انا موس هكذا الوضع في اوروبا هو مسيحي بس ما عندوش ارتباط بالدين في امريكا مسيحي بس ما عندوش ارتباط بالدين كويس هم برضو اللي صنعهم هذا الشكل والهيكل الفلكلوري الاجتماعي في اوروبا وفي امريكا عدم الارتباط بالمسيحي ليه علشان هم لو ارتبطوا تنشعوب دي بالدينة بتاعتها مش هيكون لليهود مكان في دول الغرب مش هيكون لهم مكان ليه لان هناك عداء شديدا بين الديانتين المسيحية واليهودي فلازم نشتغل في الحتة دي طيب كده خلاص نيجي بقى بعد الحرب العلامات التانية نشوف كمية خلي بالك كمية التحكم والملكية الاقتصادية لليهود في العالم في المعسكر الغربي نلاقيهم هما نمرة واحد يعني الذين يتحكمون في اقتصاد حل في شمال الاطلنطي كاملا هم بني اسرائيل وقاموا طلعين لك بمشروع اسمه مشروع مرشال في المانيا اللي هو قعد بناء المانيا لان المانيا تقسمت نص صين النص راح بقت المانيا الشرقية راح تتبع للتحاد السوفيتي والنص التاني المانيا الغربية راح تبع تبع امريكا فهم طبقهم مشروع مرشال في الجزء الغربي من المانيا اللي هو تبع امريكا علشان في لسه ما تشتعل لانه عايزين الالمان الالمان شعب اليهود بيقفوا امامه احتراما ويخافوا منه جد جد عشان كده ركبين الاقتصاد بطريقة مش طبيعية في المانيا يعني انت حرتك على سبيل المثال لازم تعرف دوتشيا بنك اللي هو البنك المركز الالماني مين اللي بيملك 80% من البنك المركز الالماني اللي بيملك 80% من البنك المركز الالماني هي عائلة روتشيلد وعائلة تراك فيلر اليهوديتين ها خلاه خلص اللي هو بنك البنوك تعال اطلع على امريكا احنا شغالين في المعسكر الغرب تعال اطلع على امريكا عندك بالبنك المركز الامريكي ملك مين ملك رجال الاعمال اليهود طيب تعال نروح انجلترا البنك المركز الانجليزي ملك مين ملك رجال الاعمال اليهود تعال نروح فرنسا البنك المركز الفرنسي ملك مين ملك رجال الأعمال اليهود تعال نروح سويسرا اللي هي الدولة المحايدة البنك المركز السويسري 70% منه ملك مين ملك اليهود بلجيكا ملك اليهود هولندا بولندا يا ربي هولندا بالزبط إيطاليا البنك المركز الإيطالي ملك اليهود خلاص انت بدم ملكة البنوك المركزية في هذه الدول القبرى المهمة فأنت ملكت اقتصاد هذه الدول شغل بقى الفلوس في المشاريع الأمريكية والمشاريع الألمانية والمشاريع الفرنسية والإنجليزية فلوسك بتزيد يبقى انت خدت فلوسك ودتها المكان اللي فيه الاقتصاد الرباني وسبت المكان الشرقي اللي هو بقى حلف الشرقي بقى اللي هو حلف وارسو بقيارة الاتحال السوفيتي ما حطتش فيه جنيه ليه؟ لأنك ادت لهم حاجة تانية غير الفلوس ادت لهم كتاب كارلو ماركس الشيوعي صاحب الفكر اليساري اللي هو بيقول لك كفالة الدولة ووصياته انا باختصره لك في كيله طيب يبقى انا رفعت الغرب عشان فلوسي فيه ونزلت الشرق علشان انا محتاج احتله بعد كده انا عايز احتل الشرق فما ينفعش ارفعه لازم نزله القول تحت وبعدين احتل ايه اللي حصل بقى اللي حصل جوم على الشرق قال لك ملكية الدولة التأميم الاشتراكية وبدأوا يلعبهم على الحواس الحواس اللي قال ايه الاكل والشرب والبتاعهم مش عارف ايه كلام من ده بجانب ان هم عملوا حاجة اجتماعية غريبة جدا قدروا ان هم ينشطوها ويشتغلوا عليها وينشروها بين الشعوب اللي موجودة التابعة للمعسكر الشرقي وهي الحقد الحقد الطبقي اي واحد فين يشوف اي واحد غني يبقى مش طايقه طلعنا احنا غننا الاشتراكي واحنا بنطبق الفلسفة الاقتصادية المركسية الصهيونية الماسونية اليهودية لبني اسرائيل بدليل ان اسرائيل منذ ان انشئت حتى اليوم نظام الاقتصاد نظام رأس مال اسرائيل اللي جام مش كالدولة طالعة نشأة ايش معنى ما عملتش اللي اشتراكي ايش معنى ما خدتش الشعارات القومية والاشتراكية والمساواء وارفع رأس ايش معنى هي ما خدتش يعني هيزا كات جميلة وكات حاجة حلوة ومية مية وهي دولة لسه طلعة ما كانت خدت النظام الاقتصادي ده صح والان غلطان انما هي لم ما فيش ما قربتش له ليه لان هي عارفة ان النظام ده معمول علشان يتم تدمير عدد من الدول على مستوى العالم علشان بعد خمسين سنة يتم احتلال هذه الايه الدول فسمعنا حاجات جميلة جدا سمعنا العقد الاجتماعي وسمعنا الميساق وسمعنا كفالة الدولة ووصايتها يعني الدولة بتدعملك السلع ووصي عليك طب هي الدولة دي ربنا هي الدولة دي ربنا بيدلها فلوس تصحى من النوم تلاقي ربنا خلق لها فلوس وحتطالق في الخزنة بتاعتها فيش كلام منت ده المثل بيقولك خد من التل يختال يعني حتى لو الدولة فيها فلوس هتقعد تاخد منها هتاخد منها هتاخد منها لغاية مال ايه الخزنة تفضل صح أو لانا غلطان مضاف الى ان النظام الاقتصادي الاشتراكي بيولد خلي بالك بيولد صفات اجتماعية سيئة جدا جدا هو ده المطلوب هو ده المطلوب لان انا عامل نظام حياة حياة كامل اقتصاد اشتراكي تعليم اشتراكي ثقافة اشتراكي رغيف العاش اشتراكي المانجة اشتراكي الحمام اشتراكي كل ده بتطبق علم الكاهن العظيم والحخام الكبير كارلو ماركس اظرف حاجة ان عندنا في مصر عدد كبير جدا من الزمل الصحفيين بينتهجوا المنهج اليساري ويقول لك نحن ضد اسرائيل ضد اسرائيل يا عام اذا كنت انت بتنتاج الفكر بتاع كارلو ماركس اليهودي هتبقى انت ازاي تبع اليهودي وازاي ضد اسرائيل حاجة حاجة غريبة جدا اذا كان اللي عامل الفكر اليساري ده اليهود بني اسرائيل جابوا واحد من ولادهم اللي هو ماركس علشان قطر يطلع لهم العلم ده يصدروا العدد من الدول يتملى الجهل يتملع اقول الناس دي بالجهل ده فيقدرهم بعد خمسين سنة يحتلوه شايف العملاء ماشت ازاي تعال بقى شوف لي الحتة دي بعد خمسة وعشرين يناير عدد الاحزاب اليسارية اللي طلعت كان عشان هنا نقف نشوف كيف يتسلل بني اسرائيل الاقصر خطورة في العالم في اي مكان يرغبوا التسلل له ليه معتمدين على جهل الشعوب ما هو لو الشعوب مش جهلة مش يعرفوا يدخلهم لازم الشعوب تبقى جهلة عشان يدخلهم فضل بيه حزب التجمع والتقدم الوحداوي يساري الحزب الشيوع المصري يساري التحالف الشعب الاشتراكي يساري حركة الاشتراكين الثوريين يساري الحزب الاشتراكي المصري يساري حزب العمال الشيوعي يساري حزب العشو الحرية يساري الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يساري حزب مصري الديمقراطي يساري حزب القرامة يساري حزب الطاري الشعبي يساري هتجع عند حزب القرامة أقول لك لا أنا مش يساري أنا أبعمل إلى الفكر الناصري هو الرئيس عبد الناصر كان فيلسوف الرئيس عبد الناصر كان رئيسا سياسيا كان راجل بيقود دولة رئيس جمهورية لعمل كتاب فلسفي ولا عمل نظريات اللي انت تقتنح كل اللي عمله الرئيس عبدالناصر انه هو كان بيميل الى نظام الاقتصاد الاشتراكي المركسي وكان تحت العباءة السوفيتية فلقى من وجهة نظره ان النظام اللي السوفيت بيعمله ده نصام كويس وهيؤدي الى تغيير الطبقات الصورة الاشتراكية الاجتماعية الرئيس عبدالناصر اقولك احنا عملنا صورة اجتماعية اشتراكية حصل اتعمل ولكن من اللي لازل استفاد منها في النهاية بني اسرائيل هي اللي استفادت من هذه الثورة الاجتماعية الاشتراكية النهاردة لما تلاقي حضرتك 30 ألف واحد طلعين عملين يخبطوا في رجال الاعماء ويتهم الدولة بان هي يعني ما لهاش موقف مع رجال الاعماء ده اسمه حقد طبقي يقولك ازاي هذا فكر اجتماعي اشتراكي طب ما ترجعوا الاصل يا خايل ما انت عملنا فتح لزورك كده وبرابند في الكلام وهم فيهم ميزة اليساريين بيتكلمهم كلام رائع يقنع الحجر لانهما متضربين على كده لانهما هما بيشتغلوش على عقيدة زي الاخوان المسلمين دول بيشتغلوا على افكار وعلى خطاب للعقل اللي هي ايه وضع اسوسها ماركس فيقف واحد زي الاخ حمدين صباحي يخطب خطبة في اي مكان يولع الدني بيتلاعب بالالفاظ والكلمات اللي يخاطب بها العقل وبي ايه وهو بيخاطب العقل لازم تخاطب حاجة تانية ايه يا عم توفيق؟ المشاعر فيدغضغ المشاعر يا دين مدرسة الخطاب اليسار يسخنك بقى بعد ما يسخنك تولع بعد ما تولع تتحرق بجاز وسخ هي المسلسل كده تسخن تولع تتحرق بجاز وسخ يبقى احنا عندنا مراضين في المجتمع مراضين مش مراض واحد مراض الاحزاب اليسارية ومراض الاخوان الماسونية اخوان الشيطان يبقى احنا عندنا تنظمين اتنين تابعين للماسونية العالمية ايه هم النظامين دول؟ نظام بتاع الاخوان والنظام اليساري لو انت جد تكلم واحد دو ايه اوه هتقول لي كده طب يا عم ماشي انا ما بقولكش كده انا بسألك سؤال بسيط جدا نديني اجابة من هو رائد نظريات الفكر الاشتراكي واليسار من هو ماركس وانجلس هي دين المرجعية بتاعكم اللي هما اليهودي اللي هما اليهودي ماسوني صهيوني هو ده انا لا راجل انا يا جماعة لو بقول حاجة كذب ارجو ان انتو تطلع كنكم تقولوا الراجل ده كذاب انا بقى بطالب الاحزاب اليسارية ان هي تقول عليها ان انا كذاب ويقولوا لا احنا مناش دعوا بماركس احنا يسار لوحدنا هقولهم طب لو سمحتوا هتقولي الفكر اليساري بتاعكم مرجعيته ايه انا موافع انتو فكركم مش تابع كارلو ماركس اليساري هتقولي بقى مرجعية فكركم اليساري لمين هتقول زي الاخ كمال خليل وزي الاخ سامح كان اسمه سامح ايه يا عز اللي احنا كنا بنزعله ده ومسكنا في اسكندرية كان اسمه سامح ايه سامح ايه انت نسيته بتاع الجامعة الامريكية المهم ينتشروا بين طبقات المختام يعودوا على الاهاوي يعودوا في القفهات يعودوا في المقربصات يركبوا مقربصات يركبوا وسائل المواصلات ويشتغلوا بقى كلاه تسخين في الناس مش عارف ايه طب يا عم الحج انت هو هو انتو مستغلين ان الناس طيبين وما عندهمش معلومات والاسعار غالية والحجم والله عمار وتشتغلوهم ها ما هو هنا بقى ايه بيستخدم الشعور والمشاعر يقول لك ساعة الصفر جات ماشي اه سامح للدكتور سامح نجيب الاستاذ اللي في الجامعة الامريكية شيوء ايه يا سار مظبوط تمام قال لك ايه اهودا بقى اجيب لك واحد قال كلام انتو كلكوا سمعتوه قال احنا نهد الجيش ونرجع عن ابنه تاني طبيعا يقول لك طريقة الهاد وما يقول لكش طريقة البنى لان هو اساسا ما يعرفش طريقة البنى لكن هو اتدرس له طريقة الهاد يعني هو لو قال هنهد الجيش بالطريقة الفلانية وهنبني جيش جديد بالطريقة الفلانية نقول يبقى الراجل ده له وجهة نظر انما النهاردة لما يديني طريقة القلب الصلب يقول لك البلد دي فيها قلب صلب ايه هو القلب الصلب يا عم يقول لك القوات المسلحة طب هنعمل فيها ايه عم سامح يا نجيب يقول لك نهده هنهده ازاي يقول لك واحد اتنين تلاتة اربعة جميل طب هنبني بقى قوات مسلحة جديدة ازاي يقول لك الاول اما نهد هنبقى ايه نشوف هنبني ازاي يعني انت بتضيع دولة بقى ده انت مش بتضيع دولة ده انت بتضيع الجنس العربي كله انت بتضيع الجنس العربي كاملا فعلشان كده انا عمال ارجع لكم الشيء لاصله علشان لما تيجوا تتخذوا قرار او تفكرهم يبقى انت عندكم المعلومة اللي بناء على المعلومة اللي عندكم تتخذوا القرار اللي يريحكم انا لا افرض على احد رأيي ولك انا بحكي انا راجل حكاي بحكي وضع بقول كلام انا لا طالع اطبل للرئيس السيسي ولا طالع اهاجم الرئيس السيسي انا طالع اقول مصر مصر الوطن ايه اللي فيه ناس كتير بتبعتلي اعداد ضخمة عن طريق الانترنت يقولوا احنا مش عارفين حاجة او عايزيك ترجع عشان تعرفنا اعدين يا عم بعرفك قامت صورة يولوي 52 يبقى الحرب العلامات التانية احد اهم 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 اهدافها هي تقسيم العالم الى معسكرين معسكر شرقي ومعسكر غربي المعسكر الغرب قلنا لكم حالته الاقتصادية بقت فين بقت بتملك العالم النهاردة طب مين اللي بيملك الاقتصاد اللي في العالم الغربي اليهود يعني اوريدي ملك اقتصاد الارض تمام وعندك الشرق بقى جابوه من اول فين من اول الصورات الملونة في اوروب اوروبا الشرقية كلها اكتحتها الصورات الملونة ضمرت عايزين بقى نشوف حالنا دخل الاقتصاد اليهودي اشترى اوروبا الشرقية كاملة كاملة بما في الاتحاد السوفيات اللي هي روسيا دلوقتي اه اقوى اقتصاديات في روسيا يملكها اليهود حاليا في اوكرانيا اتعمل في مصر فيما بعد صورة اتنين وخمسين بالزبط لانه ده اقتصاد وضعي لان هنا ربنا سبحانه وتعالى له كلام انا غيرت كلام ربنا ايه والكلام قال وخلقناكم فوق بعضكم درجات من فوق بعضكم درجات يعني ايه درجات يا رب قال لك درجات في كل حاجة في الزكاء في العلم في المعرفة في الايمان في الفلوس بدليل انه قال لك ان ربنا ما اعتردش على اي حد عنده غاني فقال لك زين لكم حب الشهوات من ايه من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرف وبقيت الاية بيقول لك تخاف ربنا لا دي بلكك بس مش معنى كده ان انت تتحولي الى عبد كافر انت تبقى مؤمن بالله وقال لك ان دي شهوات الشهوات اللي موجودة في الانسان طب انت يا ربنا علشان الشهوات اللي موجودة في الانسان دي عملت ايه قال لك عملت الزكاة في الاسلام قال لك عملت في المسيحية ما لقيصر لقيصر وما لله لله قال لك عملت في اليهودية العشور دا الملك بقى الملك اللي بيخطط وبيدير وبيحط الانظمة بتاعته فقنن الوضع الاقتصادي للمسلم وللمسيحي ولليهودي تقنين رباني من عند الله قال لك ادي صدقاء فيش مشكلة واحد شيخ لما ديجي تسأله تقول له انا عندي واحد غلبان ايه رأيك اعمل له مرتب شهري ولا ادي له قرشين يعمل بهم مشروع فيقوم يقول لك ايه ادي له مرتب شهري غلط تخيل غلط ليه لان حضرتك عودته على الكسل هيشتغل ليه بقى ما انت عامله مرتب وقعد في بيتك وانت في دماغك الناس صدقاء لا يا باشا ربنا هيحسبك عليه تعرف ليه لان الصح من عند الله انك تدي له مبلغ يشتغل بيه علشان ينتج زعم توفيق انت هتقول تقلف ليه لا ما بقى اللفلكش دا ربك دا نبينا محمد قال ايه بقى قال لك الراجل اللي ايده خشنا عند ربنا احسن من الراجل اللي ايده نعم دا النبي بتاعنا بقى ماشي عام طيب الراجل اللي ايده نعمة دا لما يبقى فقير وحضرتك تدي له مرتب شهري هتفضل ايده نعمة ولا هتخشان هتفضل نعمة لانه مش هيشتغل بيجي له كل شهر مبلغ عايش بيه ايه اللي خليه اشتغل صح طيب لو اديتوا ارشين عمل بهم مشروع هيروح يشتغل فايده هتحصل لها ايه هتخشان صح عرفت ان حرام ان حضرتك تعمل لناس غلابة مرتبات شهرية لا انت عايزت يعني ترضي ضميرك مصبوط قدام ربنا تجيبه الاو تقوله انت بتعرف تعمل ايه يقول لك مثلا شهر قال لك بيكفيني الف جنيه قلت له طب يا عم تيجي اول كل شهر تاخد مني ال الف جنيه هيعمل حاجة هيشتغل طب هو الاسلام بتاعنا قال كده ولا قال العمل قال وقل اعملوا وقل ايه اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين القرآن مليان حاجات قضيتها الاساسية في الاسلام هي العمل طب العمل ليه عشان تنتج طب تنتج ليه عشان يرتفع شأن المسلم فترفع دين ربك مش انتو مسلمين ولا ولا ايه الوضع احنا في رمضاء ايه الوضع افهم يعني عايز افهم بس مهم نرجع تاني لثورة 52 لما جات ثورة 52 وحولت النظام الى اشتراكي واصبح هناك عقد اجتماعي بين الشعب والرئيس كان هذا العقد اسمه كفالة الدولة ووصايتها يعني الدولة بتكفلك يعني ايه بتكفلني يعني بتحط دعم في البنزيم بتحط دعم في الصلار بتحط دعم في الكستور اللي بتبقى عند السدناوي بتحط دعم في البمية اللي بتزرعها في الارض بتحط دعم فيه كل حاجة موجودة بتحط فيها في الوستدعم فبتوصل لحضرتك بسعر اقل من سعرها الحقيقي مزبوط طب يا ريتو عمل كده وبس اول تاني حاجة بقى عودك على الكسل ما هو انت دعم ان اول الشهر هتاخد بطاقة التموين وتطلع على البقال كيلو السكر اللي في السوق الحرة مثلا 8 و 5 جنيه بتروح تجيبه ب 2 جنيه ونص كيلو الزيت بره ب 10 جنيه بتروح تجيبه ب 5 جنيه انا بضرب امثلة ما بقولش ان هي دي اللي موجودة طب بطاقة التموين دي يعني ايه يعني كفالة يعني نظام اشتراكي يعني اقتصادي يساري يعني كارلو ماركس يعني بني اسرائيل بني اسرائيل مش عايزك تشتغل اه بقول انت لو اشتغلت هتبقى قوي ولو اشتغلت هتبقى دولة جامدة ولو اشتغلت ما حدش يقدر يعمل فيك حاجة انما لما تبقى كسلان انما تبقى غير منتج انما تبقى متعود على ان انت تشتري صفحة البنزيم باقل من نص ثمانها تبقى لازمته ايه الشغل صح او لا انا غلطا او لما نيجي نقولك هنغل البنزيم ولا هنغل الجاز ولا ايا كان انا بدي امثلة ولا هنغل حتى الفجل ولا هنغل حتى الجرجير تنعر يا عم دا دا اقل من حقها الدولة رفعلك فلوس في دا تبقى اقولك على حاج انتو فاكرين بالجرجير ربطة الجرجير فيها كمعود هضرب لوكو مثل بالجرجير بص يا بيه الجرجير دا بتزرع فيه في الارض صح طيب بيتروب ايه بالمية صح المية دي بتيجي عن طريق ايه عن طريق مكنة المية طب مكنة المية دي بتشتغل بايه بتشتغل بالصلار طيب الصلار دا مدعوم بقد ايه مدعوم بحوالي سبعين في المية يعني اذا كانت الصفعة بمية جنيه مثلا الدولة دفع فيها سبعين وانت بتدفع ثلاثين انا هقول لكم الحاجات الحقيقية دلوقت نظبوط رواية الجرجير بتاعك يا بيه يبقى الدولة دعمت لك الجرجير طيب انت بقى شلت الجرجير وعايز تودي السوق بتركب عربية العربية دي بتمشي بالصلار الدولة مدعمة الصلاة يبقى تاني مرة الجرجير الدعم حلو يبقى الجرجير الدعم مرت ايه طب لو عملنا مقارنة بين الجرجير والبامية عايزين نعمل مقارنة كده بين الجرجير والبامية البامية بتدعم ثلاث مرات والجرجير بتدعم مرت ايه وانت تشتغل ملعن ابو الشغل اشتغل فين يا عام وهي الشغال يا اخوي نم على ظهرك يا اخوي احلم يا اخوي واشوف المدام كل يوم خميس يا اخوي وتبقى دي حياتك يا اخوي لا طبعا طب ليه البامية متدعمة ثلاث مرات والجرجير متدعم مرتين اقول الفرق بين البامية والجرجير الطبيخ الجرجير انت بتاكله اخضر صح انما البامية بتحطها على ايه على البوتاجاز البوتاجاز بتشغل بايه بالغاز صفحت استوانة البوتاجاز اللي هي الانبوبة بتاع البوتاجاز الدولة بتدعمها ب 147 جنيه صح عرفت الفرق بقى بين دعم الجرجير ودعم البامية شايف الواحد بفضل الله لما بيقعد يبحث موضوع بيصل بيه لغاية فين علشان يقدر يشرحوا لحضراتكم طب ربطة الجرجير بقى فيها كم سجرة يا اله ها سبعة سبعة يا اله سبعة سجرات يا اله من السبعة يا احمد ولا تماني اه اصل احمد روش دي قد قدامي فبسألك انه بيحش جرجيره والانبارح هو يبقى قضر مني تمام المهم انت حضرتك قضيتك ارتفاع الاسعار وزعلان وانا زعلان زيك الله انا كتوفيق وكاش زعلان فعل ولكن زعلان من ايه من ارتفاع الاسعار لا انا زعلان ان مصر انتهجت سياسة اقتصادية اشتراكية على مدار اربعة وستين سنة غلط وقدر ربط ان احنا نصلحها دلوقت هتقول لي ما نشوف حلول تانية اتفضل يا عم قدم الحلول التانية اللي عندك وحنا موفقين اولا لازم تبقى عارف ان الجنيه اللي معاك ده مش محصل ربع جنيه اصلي فيه خمسة وسبعين ارش ورق زي واحدة ما كنت انا في السجن فرايح المحكمة فقاموا حطوني في الحجز كده يعني معايا واحدة قاعدة عما لا تغني قلتلي يا بنتي حد قالك ان صوتك حلو قالتلي لا قلتلي طب بتغني مش في وحي والوائف جاءه عجنبك ما تغنيش سكت قامت بصلي كده قالتلي انت توفقه كاشا قلتلي اه انت بقى مين حضرتك قالتلي انا المهندسة مش عارف مين شغالة صحفية مش عارف بين قلتلي تمام انت هنا ليه بقى قالتلي انا معترضة على زيادة تذكارة المترو قلتلي تمام كويس عندك حل قالت اه عندي قلتلي اتفضلي قالت نعمل اعلانات في المترو قلتلي كويس نعمل ازاعة في المترو قلتلي كويس وما نزوجش التذكارة والله العظيم وانا في السجن انا بحكي لكم على موقف وانا في السجن قلتلي طيب ممكن نتناقش يا بنتي بدأ بنتي مهندسة كده انا تناقش بالعقد قالت اه اتناقش قلتلها هتدي حملة اعلانات انت عارف الاول الاعلانات في مصر ترطاية الاعلانات في مصر بكام قالتلي بكام قلتلها يوم لما هتبقى في حالة رواق جمدة جدا بتعملها من 3 لاربعة مليار جنيه في السنة عندك الصحف وعندك المواقع الالكترونية وعندك القنوات الفضائية وعندك الازعات وعندك اعلانات الطرق عندك خمس اشياء للأعلان المترو يطلع نصيبه كام من الاعلانات والازعات الاعلانية من المبلغ ده قالتلي ما عرفش قلتلي لا لازم تعرف قالتلي يطلع نقول مليار قلتلي نعم المترو يطلع له مليار ليه هو بركب المترو كام واحد بقى انا هروح احط اعلانات بمليار في المترو الانفاء واسيب القنوات الفضائية اللي بيشوفها ملايين كل يوم وبعدين بيشوفها في بيشوفها في جميع محافظات مصر انما المترو ده موجود في القارة القبرى بس قالتلي يعني كام قلتلي يا كبير هقاوي هكون كريم معاكي قال لها متين مليون جنيه الزعب الاعلانات بالكلام المترو بقى بنت بيحقق خسار قد عشان التذكرة ما تعرفش ما عندهاش معلومة هي عندك المتين واحد يسار قلهم له عشان يسخنها عشان يحرق البلد ها في عبق على المواطن ايوة في عبق على المواطن ولكن هذا قدر ربك معلش حضرتك اتعلمت تعليم الشتراكي صح? الخدمات الصحية اللي اتقدمت لك اتقدمت لك بالنظام الاشتراكي كالت منجا اشتراكي استحمت في حمام اشتراكي فصعب جدا ان انت تعرف الحقيقة يكفي ان انا بقول لك اقتصاد التلات اديان اليهودية والمسيحية والاسلام اقتصاد رأسمالي الاقتصاد الاشتراكي ده اقتصاد وضعي بيؤدي للفقر في النهاية في النهاية فقر زي ما حصل لنا كده وزي ما حصل في الاردن مع الاردن من الدول اللي كانت بتنتاج الاقتصاد الاشتراكي ولكن مش في كل حاجة يعني الاردن ما عملتش تأميمات ولكن الاردن خدت جانب من الاقتصاد الاشتراكي وهو تدعيم السلع اللي بتتبع للناس احنا بقى عندنا خدنا على ابوه وخدنا ممطه معه كمان فتحول الشعب الى شعب غير منتج هو ده المطلوب ده المطلوب شايفين الفيلم اللي انا عمال احكولكو ده من اول والاخر وقابلكو من اول سيدنا ابراهيم ومن اول سيدنا اسماعيل وقرلو ماركس ولنين وكل ده وتقسيم العالم الى معسكرين شرق وغربي عشان ينتهي في الامر انه يوصلك الى انسان غير منتج ومش تبقى انت اول جيل بقى لا اول جيل ممكن احنا نقدر نصلحك ده تبقى خامس جيل ولا رابع جيل شوف ولو جدع بقى صلح الناس دي حولها بقى المنتجية هنفضل ما احناش منتجية وهنفضل عايشين تمالية وهنفضل محا وهنفضل مزروع في دماغنا ان ده حق مكتسب هذا ليس حق مكتسب ارجع الى القرآن ارجع الى القرآن لكي تعلم اذا كان مكتسبا ولا لا والاخوة المسيحيين يعودوا الى الكتاب المقدس لكي يعلموا اذا كان حق مكتسب ولا لا ده حرام ما طبقه الرئيس الراحل عبد الناصر من دعما للسلع والمنتجات ومن بعده السادات ومن بعده مبارك كان اكبر حرام دينيا لانه حول الفرض المسلم الى فرض كسول بينما الاسلام والقرآن بيقولك ان لابد ان يكون الفرض المسلم فرضا نشيطا يعمل ينتج من اجل رفعة دين الله كلام واضح كلام واضح الناس هتموت من الاسعار ايوة سيد لان حضرتك كانت الدولة قاعدة عملة تديك في دخل تديك في دعم تديك في دعم بدأت تشيل ايديها انت بتصواطي انت عارفها بتصواطي ليه؟ لان حضرتك لا تنتجي في اليوم ساعة تعرف حضرتك بتصواط ليه؟ لانك لا تنتج في اليوم ساعة انا عندي سبع تلاف موظف سبع مليون موظف بياخد 24 مليار جنيه في السنة اقسموا بعزة جلال الله انتجهم لا يزيد عن اربعة مليار جنيه في السنة يعني فيه 20 مليار جنيه في السنة بيتحرقوا في الارض لا ينتجهم الموظف بيشتغل 8 ساعات في اليوم لما بيبقى عنده ضمير بينتج ساعة لا خد عندك بقى اليسار شغال من ناحية والاخوان شغالين من ناحية بقى والسلفيين بقى الوهابيين والناس اللي كلها بتعمل لحساب بني اسرائيل يطلع لك قصة الصالة الظهر بقى موجودة في الشوق يا عام عايزين نروح نصلي انت مش مسلم يا راجل يضيع له نص ساعة صلاة الظهر طيب يا سيدي ده الصلاة بتاعتك دي مش بتاخد عليها اجر فلوس يعني نص ساعة دي مش مطيبة التمنى طيب ما انت وانت بتصلي قدام ربنا انت اساسا كده حرامي انت واقف تصلي قدام ربنا وانت حرامي تعرف حرامي ليه لان الدولة اللي هي صاحبة الولاية اللي هي ولي الأمر ما عملتش حاجة في القانون بتاع العاملين يقول ان اثناء الصلاة يبقى فيها جزا نص ساعة فانت كده بتسرق ربنا بتسرق ربنا واسألوا امة شيوخ الارض كلها لان انت واخد اجر النص ساعة دي وما بتشتغلش بيه تخيل بقى لو هيقعد كمان شوية لغاية العصر يصلي العصر برده ده كله نتاج ايه نتاج كفالة الدولة اه كده ولا كده الدولة بتدينا مرتبنا كده ولا كده انا قابض مرتبة اخر الشهر ولا دور لك على وصفة يا قال ليه يا ابا عشان تبقى ضمن يا قال ان انت تاخد مرتب كل شهر يا قال مضمون ارش مضمون جاي منين ده ما يعرفش هنروش دعو حاضر يا ابا اشتغل يروح يشتغل في وصفة حكومة ابو بقى ما ينشع عليه يقول له انت اكت ايه لا خلاص بقدام خاد المرتب الشهري ابو ما يسألوش انت انت اكت ايه شادي الثقافة بتاعتنا مش هو ده اللي بيحصل واحد يجي يقول لي ما انت عم توفيق كنت عضو مجلس نواب كنت بتعترض بشدة على قانون الخدمة المدنية ورفع طيافة وبتاع حاصر بس انا كنتش بعترض على القانون خالص انا كنت بعترض على الفترة الزمنية انا كنت بقى طالب بتطبيق قانون الخدمة المدنية في فترة زمنية مقدرة خمس سنين زي ما الدكتور يوسف والي عمل الله يدي له الصحة الرجل في المستشفى يدي له ان ربنا يدي له الصحة عمل جيف قانون الارض الزراعية عمل فترة انتقالية خمس سنين بين الملك والمستجر وده كان نظام اشتراكي قدى الى ايه النظام الاشتراكي بتاع الارض الزراعية الى ضرب الاقتصاب ضربة قاسمة في المدخر العقاري الزراعي الفدان ابو مئة الف كنت تيجي تبيعه مأجر تبيعه بتلاتين الف يعني القيمة الحقيقية للسلعة التلت طيب لما مش اما طلع قانون الاجارات بتاع الارض الزراعية نفس الفدان بعد ما الفلاح سابه تاني يوم اللي هو كان مأجره اتبع بمية وتلاتين الف وصلت بقى زاد تلاتين الف فارتفعت القيمة الحقيقية للسلعة الارض الزراعية تلاتين الف فرافعت الاقتصاب انا كنت عايزة اعمل ايه بقى في القانون الخدمة المدنية كنت عايزة اعمل الات عايزة ادوم خمس سنين وقوم لامل من الموظفين دول كلهم هما كده ولا كده واخدهم مرتب ولا بيشتغلوا ولا بتنيلوا واعمل لهم تدريب تحويلي احولوا بقى من فرض بيقبط فلوس ما بيعملش بقى حاجة الى فرض ينتج اي عمل حر وديله قرض وبعدين انا عندي الجهاز الحكومي منظم جاهز عندي اربعة وثلاثين وزارة باربعة وثلاثين مدرية باربعة وثلاثين تنظيم اداري جاهزة هاخد كل بقى فرعه او كل تخصص في مجال تدريبه التحويلي لكي يتحول من خدمي الى انتاجي فانا عندي جيش جاهز للانتاج الجيش اللي جاهز للانتاج ده ستة احنا اقولنا منظمين ستة مليون طلع منهم مليون طلعين معاش ومش اعرفوا بتاعوا كبروا في السن وقبال سيادتك عندي خمسة مليون عندي خمسة مليون ممكن بكرة الصبح احولهم الى التدريب كل واحد بايقوله بالاختيار كده يا عم انت بتحب ايه واحدة دي جي تقولك ده انا بحب اشتغل قنفاء حلو قوي اخدها ادربها في هذا المجال واحدة تقولي ده انا بحب اشتغل تريكو اخدها ادربها في المجال ده تطلع تنتج بقى تريكو تطلع تنتج مفارش السرمة تطلع تنتج السجاجيد تطلع تنتج تربي غنم اذا كانت فلاحة تطلع تنتج مش عارف ايه اذا كان راجل فلاح اذا كان راجل مثلا شغال في ميكانيكا في ورش ولا في بتاع في المصالح الحكومية ادربه تدريب مظبوط في نفس مهنته ودي له كارض يطلع يفتح ورشة يطلع يفتح اي تصنيع اي حاجة هو متخصص فيها يبقى حولته من خدم المنتج يبقى عندي جيش جرار جاهز في خلال سنتين اتنين او سنة واحدة تدريب بس تدريب بضمير وبياخد مرتبه لان هو كده ولا كده قعد موظف بياخد مرتبه با مش حال بل بالعكس ده بيعطل الشغل وينتجه واحدة ست تقولي ده انا بحب الخياطة هروح اعلمها وادربها تدريب صح بقى تتعلم تبقى مع الصدار وتتعلم تبقى تكوي ازاي وتتعلم خيط الفستان ازاي وتقفله ازاي وتشطابه ازاي وتكيسه ازاي الاخيرة الصين عملت كده واندونيسيا عملت كده وماليزيا عملت كده وطلعهم انما احنا هنا لا احنا هنا عملين ندور كعربة غلط يا قال طب ما قلناش الكعربة ما عدتش بتقطع لا خالص ما جبناش سيرة انها ما عدتش بتقطع نهائي كل اللي شغالين في سير طغلت شايف قلة الضمير اللي عندكم وتقول لي مسلمين انت مسلمين المسلم الذي يحكم بالعدل والحق المسلم الذي يحكم بالعدل والحق انها ما تبقاش نصات تروح تصلي وتصلي ده ايه بقى في رمضان زمان الموظفين دلوقتي بروح يتصلي في الجامع كمان الضهر ما بيصليش في المؤسسة بتاعته ده بروح الجامع عشان في رمضان يعني رايح يسرع ربنا في الجامع رايح يسرع ربنا في الجامع لان كل ده وقت واخد عليه اجر شايفين حضراتكم انتو عندكم انفصال في الشخصية ازاي وده سبب سبب قلة العلم فيش علم ما انتش فيهم ايه الموضوع يا سعدت الباشا لما قامت ثورة اتنين وخمسين عملت نظام اقتصادي قممت الناس اضرب لكم مسا بحاجة كانت مصر تتميز بيها في العالم كل قممنا شركة المحلة للغازل والنسيب عبد النصر قمم شركة المحلة صح شركة المحلة كانت بتاعت طلعة باشا حرب اللي هو عمل بنك مصر قامت عاملة ايه بقى دلوقتي بقى صارت اتنين وخمسين اول حاجة قممت بنك مصر وقممت كل ممتلكات بنك مصر صح باقي اللي شركة الغازل والنسيج واحدة منها وكان في شركة الصباغة ومش عارب ايه كل ده ملك طلعت باشا حرب فين شركة المحلة النهاردة ما ترد عليها سيدي فين شركة المحلة النهاردة فين بنك مصر النهاردة بلاش شركة اها قممها عبد الناصر هي فين النهاردة بلاش اجيب لك حاجة تاني شركات القط زي شركة بورسعيد لتصدير الاقتان وشركة الاسكندرية لتصدير الاقتان وهلومة من الشركات دي قممها عبد الناصر وبقت ملك الدول هي فين الشركات دي دلوقتي ما ترده يا أخوها تقول لي فين بتظه غرقت انتهت شركة مصر شركة المحلة للغزل والنسيج انتهت انتهت تماما وكل يوم التاني يعملونه ومش عارف المظاهرة وايه مظاهرة ايه هي الدولة دي هتصرف عليك من ايه ما انت اللي بتصرف على الدولة مش الدولة اللي بتصرف عليك يا بني هادم انت يا أستاذ انت انت اللي بتصرف على الدولة مش الدولة اللي بتصرف عليك انت قالب الاية ليه زي ان اللي بصرف على الدولة اه يا بنت اللي بتصرف على الدولة حضرتك لما بتشتغل بتنتج انتاجك بتصدر برة بيتباع بيجيب فلوس مظبوط الدولة بتاخد فلوس بتديل حضرتك مرتبات حضرتك بترتفع يبقى من بيصرف على مين الدولة اللي بتصرف عليك ولا انت اللي بتصرف على الدولة طب اسمع بقى عام والله 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 تلاتة يمين الله ان كل شعوب الارض التي منتج منهج الاقتصاد الرأسمالي هي اللي بتصرف على الدول بتاعتها النهاردة احنا بنتحول من تمالية عواطلية كسالة دولة بتصرف علينا وما عندهاش مصدر دخل اصلا الى مواطن محترم زي زي اي مواطن محترم في العالم بيصرف على البلد لان ايه القعدة الصحيحة القعدة الصحيحة ان حضرتك اللي تصرف على البلد مش البلد اللي تصرف عليك ها تصرف عليك زعم توفيق لما حضرتك بتسان في الانتاج وبتنتج توفيق وابراهيم وعلي ومحسن وسعادية وعالية ومجملات واماني ومونة لما قول لدول ينتجهم لما يبقى عندي انتاج من اربعين مليون مواطن مصري منتجين طلقوا انتاج الانتاج ده هسواه وره او هسواه جوه او هصدره في اي دول تانية ما عندهاش الانتاج ده رجع لعائد رجعت العملة صعبة رجعت لجاب حضرتك بدل ما كنت بتكسب عشرة جنيه بقيت بتكسب عشرين جنيه الاسعار ارتفعت ما ارتفعت مش فارق معاه لان انت راجل كسيب راجل منتج انما لما كل راجل كسلان راجل متنيل اعيدلي على القهوة متزفت اعيدلي على ما عنده واحد صعبة اكتشابه شاي اعيدلي على كبري اعيدلي مش عارف فين وعايز تصرف وتعيش وتترك وتسافر وتيجي منين ازاي هي القوانين الربانية تغيرت قانون ربنا تغير طيب ما انا عندي حال ايه رأيك في حال لا تشتغل ولا تنتج ولا تعمل اي حاجة انا اقولك على حاجة سهلة تعمل هتصحى الفجر تصلي الفجر والظهر تصلي الظهر والعصر تصلي العصر وبالسنة بتاعته والمغرب تصلي المغرب والعيشة تصلي العيشة وتقعد تدقي ربنا ان انت تصحى تاني يوم تلاقي ربنا حتطلك الف جنيه تحت المخد ايه رأيك في الحل البسيط ده لا فيش في تعب خال هتصلي خمس مرات والاخوة المسيحيين يروحوا كل يوم الكنيسة يصلهم ويرجعهم لا مش حال خال يدعوا ربنا ان هم يصحوا الصبح يلاقوا تحت المخد الف جنيه ايه رأيك في الحل ده جبت احلت هلكة هي عام هيحصل كده السماء بتمطر زهب وفضة العمل من الايمان بدل ما تتكلموا على ارتفاع الاسعار تتكلموا على انتم بتشتعلوا ولا لا انا امتى اقف ضدك انا امتى اقف معاك امتى نجا اقف مع الشعب واطلع اقول للحكومة ولسيط الريس وللدنيا كلها انا ضدكم انا مع الشعب ده امتى لما لايح حضرتك منتج ما لايح حضرتك بتنتج وارتفاع الاسعار ملوش مبرر ليس له اسباب اقف معاك ضد الدولة انما اقف ضد مصر معاك وانت راجل نام تشخر على السرير عايز عشرة جنيه جيه لك وانا قلت لكم مسأل مبارح قلت لك لو في واحد كل يوم الصبح بتديله مية جنيه انت وانت معدي كده حتى جارك مديت ايدك في مية جنيه وقدتاله كل يوم وبعد ما مشيت ام جاي واحد زي حالاتي عايز نفر يشتغل معاه في الغير فقال له تعالى يا فلان انا عندي النهاردة رايي الارض تعالى رويلي يقول لي عمه مش فاضل هو عاد في البيت ليه لانه اخد المية جنيه من الراجل هيجي يروي ليه تحول الى فرض كسلا لما حضرتك بتشتري عن بوبة البتجاز يا ابو بطن ويامو بطن انت وهي بتلاتين جنيه وتمانها مية سبعة واربعين جنيه ده انت هتحولها لدفاي هتحول البتجاز لدفاي في الشد انت يعني دفع من جيبك حاجة ولا انت دفع من جيبك حاجة ما الدولة بتدفع احسن الدولة دي مش احنا حبيب انت كلمة دولة هي مكونات لشعب الدولة اقتصادها يرتفع الشعب اقتصاده بيرتفع طيب الشعب اقتصاده يرتفع الدولة اقتصادها يرتفع اتحداكم لو جبتولي دولة في العالم اقتصادها مرتفع والشعب بتاعها اقتصاده تحت غير مرتفع يعني أتحداكم اللي هيجيب لي دولة وحدة أقسمه بالله لأتبرع له بصورتي بصروتي كاملة كاملة تمام إذن إن الأمور واضحة كله منبوزه طيب من أول الحلقة الغاية دلوقتي الغاية صورة 52 أنا عمال بتكلم وبفهمك إيه الهدف إن أنا عايز أعرفك إن كل اللي بيحصل لك ده سبب العلم العلم والثقافة والفلوس والإعلام بتاع بني إسرائيل اللي حظاك بتقعد تتفرج عليه وبتقعد تتعلمه وانت جاهل ما انتش عارف إذا كانت صح ولا غلط وما انتش عارف إذا كان رفع الدعم صح ولا رفع الدعم غلط ما تشعف أي حاجة إنت بتردد زي البغبغان كلام شوية جهلة لا يعلمونا أصل الحدوث إيه عشان كده حكيت لك جبتها لك من أول سيدنا إسماعيل يعني عشان تبقى عيب قوي يبقى أنت مش عارف أصلك عيب قوي أنا بكلم العرب كلهم بكلم شعب الأردن وبكلم الشعب المصر وبكلم كل الشعوب العربية عيب قوي عليكم تبقوا مش عارفين أصلكم وعملينه كله غلط كله غلط عيب قوي أني مش عارفين ترده على الأكراد وتقولوله من تولاد مين عيب قوي مش عارفين ترده على التركمان وتقولوله من تولاد مين عيب قوي مش عارفين ترده على الأمازيغ وتقولوله من تولاد مين عيب قوي قوي لما يعرفش أصله ده هيعرف إيه بقى أمره ما هيعرف حاجة هيعيش في الدنيا حماق وهذا ما تريده بني إسرائيل واضح هتقول لي عمي ما انت عزنت السفير الاسرائيلي يا سيدي انا انت غير مؤهل للكلام معاه انا مؤهل مش لان انا اتكلم معاه اتكلم مع ميت واحد اسرائيلي في مناظرة واحدة واحدة انا مؤهل لده انا ما حدكوش مؤهل له عرفت حضرتك اذا كنت انت متعرفش نسبك ايه يبقى هتروح تتكلم معاه وهو حفظ نسبه من اول صب من ابناء سيدنا يعقوب حتى اللحظة ده ايه هو عارف تاريخه وانت متش عارف تاريخك اصلا هتتكلم معاه زيه بالفهلاوة انا مش عايز حد يزعل مني انا خايف عليكم انا بقول كده علشان خايف على البلد وخايف عليكم وخايف على الشعب وعارف ايه اللي هيحصل هو مش عايز اقول علشان ما حدش يزعل مني وبرضو الدولة سعبة تزعل مني رغم اني ببقى فيه كلامي المفروض اقوله علشان خطر حضرتك تفهم علشان خطر الدولة تبقى مسكة نفسها ووقفة لان انا كرجل اعلام انا رجل رسالة رسالة رسالتي ان انا فاهم حضرتك علشان انا فاهم حضرتك فيه حاجات كتير لازم اقولها اللي انا حكيته ده النهاردة مصر من اتنين وخمسين وحتى الفين وحداشر ثم من الفين وحداشر لغاية الفين واربعتاشر لما جي الرئيس عفتاح السيسي اقتصاد اشتراكي تمام دمر اقتصاد البال وحول الشعب يا شعب كسول لا يعمل يعني ياريته دمر الاقتصاد والشعب بيشتغل كنت اقولك ما كانونش هيقدره انما لا ده حول بقى انعكس على حاجة اسمها الصفات الاجتماعية اللي هي العادات والتقاليد بقى حدش عايز يشتغل كله متدعم ومحدش واخد باله كله بسقف زي الاشتراكية كده ليه اشتراكية ليه اشتراكية كله بيتسقف وإحنا برضه بنسقف للأفران والطوابين اللي في البلاد فرن العيش اللي في كله بيتسقف للأفران عمل عندنا فرن يا ولاد في البلد ده عمله عندك خرابة في البلد علشان بيحول المرأة المنتجة الى مرأة مستهلكة البلد هتجيب فين انتي مصر يا ست انتي انتي مصر ايوة انتي مصر جمالات اللي قعدة بلدهم ولا زينب ولا صفاء كل واحدة فيهم مصر لانها بتنتج فبشايلة بلد انها ما انت حديك بتنتجي ايه بتشتري العشم الطابونة طب اللي بتشتري العشم الطابونة هتردى تروح الغط رد يا اما محمد اقسموا بالله ما هتردى تروح الغط طيب حيل هتاكل من ايه مش الغط ده بطلع زرعه بطلع اكل اللي الناس تاكل منه مام طب انت حضرتك ما رحتش تنتجي اللي قعد في المنصورة هيكل من ايه اللي قعد في القاهرة هيكل من ايه اللي قعد في اسكندريا هيكل من ايه شفت حضرتك العجلة بتدور ازاي وفلاحات انا فلاح وظروفي خلتني مرتبط بثلاث محافظات في الريف فشايف معجرهم النهاردة حضرتكم لما قامت ثورة اتنين وخمسين حولت النظام ده الانظام اشتراك الغاية 2011 اول حاجة حرب ستة وخمسين خدت فلوس حرب رئيس عبد الناصر حرر افريقيا كلها رامى فيها فلوس كل ده من الاقتصاد نين قلتنا حرب سبعة وستين هزيمة رهيبة تدمير جيش واعادة بنائه كلت فلوس دخلنا على سبعة على تلاتة وسبعين حرب كلت فلوس حققنا انتصار بس كلت فلوس بعد كده ما عادش في حروب مزبوط مزبوط ام جلنا بقى حرب خمسة وعشرين يناير 2011 نقف عند حرب خمسة وعشرين يناير 2011 ورغم الظروف الصعبة الظروف التي لا تحتمل اللي احكيها إلا أن هناك أمل وهناك عمل وبأمانة وليس تطبيل ولن أطبل لأحد لو كان المدفع في ظهري ولكن أقول الحق ورغم ذلك الرئيس عبد فتاح السيسي بيقيم مشاريع وبينتج هل يجوز أن يبقى فيه فرد في 103 مليون فرد هو اللي قد عمالي يجرش مال ويمين وبعيد المية وثلاثة مليون واحد عايزين يجروا على أكله ويقول لك إيه حطه في المصلحة النت بقى شغال ادي في المصلحة على الأساس أن الرئيس السيسي بيقول حاجات فهي دي المصلحة مصلحة كونتوم دي حقيقة خش يا عز بأحد إنجازات اللي حصلت والبلد محروق اقتصاديا وأي حد تاني بقى يتكلم في القنوات التلفزيونية بره دول يقولوا علينا ولا بتاع لما أخذ والله كله حيتحاسب كله حيتحاسب والله كله حيتحاسب اللي بيضحك على الناس واللي بيخدع الناس واللي بيحطم أمال الناس كله حيتحاسب فكل سنوتو طيبين قناة السويس محور السلام والرخاء تطلق قاطرة التنمية السريعة على دقات قلوب شعب عاشق لتربها وتحقق الوعد مصر بتطلع قدام بشعبها بإرادة شعبها بأمل شعبها اللي محدش أبداً حيقدر يحبطه مواني مجهزة على أحدث المعايير العالمية مناطق اقتصادية وخدمية متكملة فرص استثمارية واعدة فرص عمل ضخمة إنجازات غير مسبوقة ترجمة نانسي قنقر